السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوميا ان شاء الله سوف ندير واحد العاصر ديتوكس اللي نفرقو به في السيام مع تميرا. غاي ساعدنا على ازالة السموم من الجسم ان شاء الله في هات الشهر الكريم. فانا كان نصح به اي واحد بغا ينقسم الوزن او بغا يحيد السموم المتراكمة ديال العام كامل اللي كان ناكلوه في الخبز وفي الناشويات والحلوة وهذا العاصر راه كي يزول وكي ساعد باش ينقي الدم ديالنا وغا تحسو ان شاء الله بالراحة من اللي غا تشربوه وكذلك منعش حيث غادي ندير فيه النعناع وغادي تشوفوا معي المكونات وطريقة التحضير فهو سهل وكي يجي كذلك لديد فعندي واحد الخيارة غادي نكساف غيب الناس في ديالها غادي ننقيها كذلك اوراق النعناع واحد العاصر ديال حمضة وكذلك الزنجبيل او سكنجبيل او شرائح انا حيث عندي في الموجة ميت دائما انجبيدو وكنتحنو مع العصائر ديالي فغندزوها لبركات الله طريقة تحضير ندير عصر الحامض ندير نلع ندير 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 نصف خيارة نستطيع التحضير نستطيع التحضير نزيد الماء نيزيد الماء تحضر الكهربائي متجد تطعن جيدا وعندما تطعن سافئ اخليوا 1 3 ساعة الفطر وقبل ان تأخذوا كميات من تأخذوا هذا الماء العاصر وتأكلوا مع تميرة وتفرقوا به السيم و تقريبا 5 دقائق و قد احسن ساعة الفطر تراكم فإن شاء الله بإذن الله بإن الحالة ديالكم ولت كلها حيوية ونشاط وما تحسوش نهائيا بلعطاش فإلى عجبتكم هات الوصفة تقسموها مع الأهل والأحباب ديالكم لتعم الفائدة وضغطو كذلك على الجرس ليصلكم كل جديد واشتركوا في القناة وإلى وصفة قديمة إن شاء الله وإلى فيديو قادم إن شاء الله ومع السلامة وإلى اللقاء شكرا